هل الضريبة تحل مكان الزكاة في الدول التي تفرض الضرائب فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يجب أن نعلم بأن الزكاة تفرض على نوعين من المال الأول ما زهر من المال ويسمى المال الظاهرة أو الأموال الظاهرة فهي مثل مال التجارة وما يجن المرء من الأراضي ومحاصيل وهكذا المواشي فهذه الأموال هي من الأموال الظاهرة وعادة تأخذ الحكومة الضرائب من مثل هذه الأموال من الدخل أما هناك نوع ثاني من الأموال وهي تكون مدخرة عند الأشخاص مثل الذهب والفضة والنقود فهذه إذا كانت عند شخص مدخرة والحكومة لا تعرف ولا تأخذ الضريبة من هذه الأموال فعلى هذه الأموال إذا كانت تبلغ النساب وحال عليها الحول فوجبت عليها الزكاة الأموال الباطنة وهذه تكون أموما عند الناس من الذهب والفضة والنقود أما الحكومة فإذا أخذت الضريبة على الأموال الظاهرة من الدخل مثلا من مال التجارة فهذه الضريبة إذا كانت أكثر من مقدار الزكاة الواجبة فلا زكاة على هذا المال مثلا إذا كان شخص يزرع الأراضي ويدفع الضريبة على الرعاة وهذا المقدار للضريبة هي أكثر من مقدار الزكاة الواجبة عليه فلا زكاة على هذا المال أما لو وفر من مال التجارة أو من الأراضي أو من أي مال آخر دفع عليه الضريبة ولكن بعد ذلك وفر منها المال والدخل عنده وهذا المال بقی عنده للسنة كاملة ويبلغ النساب وجبت عليه الزكاة لأن الإسلام يشجع على كسب المال ولا يشجع على أن يكنزها الإنسان فهذه النقطة المهمة ثم مثلا إذا دفع الطاجر الضريبة على مال التجارة أو صاحب الأرض دفع الضريبة على الرعاة وبعد ضحف الضريبة ادخل هذا المال وهذا المال هو أقل من النسبة التي يجب عليها الزكاة فلا زكاة عليها ثانيا إذا كانت وعادة هذا لا تحدث إذا كانت الضريبة أقل من نسبة الزكاة التي وجبت على المال الضريبة أخذت الحكومة أقل من هذا المقدار مثلا إذا كان وجبت عليه مئة دولار يجب يدفع الزكاة مئة دولار ولكن الحكومة أخذت منه ثمانون دولار كضريبة من دخله فمن هذا المال الذي كان مال التجارة دفع ثمانون بالمئة وكان يجب يدفع عشرون بالمئة كزكاة فهذا باختصار ولكن المصلح المود رضي الله تعالى قال وهذا الكلام جميل قال أما المال الذي أخذت عليه الحكومة الضريبة بقدر الزكاة وأكثر فلا زكاة عليه هذا مبدئيا غير أنه من الأفضل أن يتطوع المرء بإخراج بعض المبلغ كزكاة على ذلك المال من أجل الثباب فمن أجل الثباب هو الأفضل أن يدفع من مال التجارة ومن دخله أيضا الزكاة إذا كانت تجب عليه الزكاة ترجمة نانسي قنقر